بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من اتبعكم أمن والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم الله يا حام الشريع الله يا حام الشريع أتقر وحي كذا مروع قد مزقت ثوب الأساء وشكت لواصلها القطيع كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا يا مولاي صاحب الزمان فاشحذ شباء عظب له الأرواح مذعنة مطيعا واطلب بدم القتيل هيا يبكر بلا في خير شيء ماذا يهيجك إن صبرت لا يهيجك لوقعت طف الفجي يا مرضي يا مركز يا مرضي أترى تجيء فجعتون بأمض من تلك الفجيع حيث الحسين على الثراء خيل العدى طحنت ظلوع قتلته آل أميتين ظامن إلى جنب الشريعة وبعد ورضيعه بدم الوريد مخضبون فطلب رضيعا يا صاحب العصر والزمان سيدي ومولاي تنسى عملة كربلة وجدك ذبيح والله ظل ثلاثة أيام على الغبر يصيح والله ظل ثلاثة أيام على الغبر طريح تدري خلا وعمتك عدتل تطيح ولوم تطيح الطافي جتراب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ألا إن الشقي حق الشقي من خرج منه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم لسلامة سيدنا وولانا بقية الله الأعظم لسلامة جمعنا الحاضر بوجوده ودعائه نهدي له ثواب الصلاة على محمد وآل محمد نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله افتتاحا لهذه المجالس المباركة بهذه الرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء في معناها ومضمونها كثير من الروايات التي تحدثت عن جانب الرحمة الكبير في شهر رمضان المبارك حتى أنه في رواية من الروايات الإمام الصادق يقول فيها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر شوفوا الأصحاب الذنوب وبكذا يغفر لهم لله عتقاء في كل ليلة إلا من أفطر على مسكر وفي الليلة الأخيرة من شهر رمضان كم العدد اللي غفر لهم كم العدد الذين أصبحوا عتقاء من النار في تلك الليلة بمثل عدد كل الليالي يغفر لجماعة كبيرة فهناك تأكيد وروايات كثيرة خصوصا خطوة الرسول صلى الله عليه وآله على أن هذا الشهر شهر شهر الله شهر منقطع النظير عن بقية الأشهر جاءت هذه الرواية بلسان آخر بلسان فيه شيء من التهديد فيه شيء من الماح النظر إلى أن هناك شخص هذا يكون في أعلى مراتب الشقاء ألا أن الشقي حق الشقي من يصدق عليه أن تطلق عليه كلمة الشقي هو هذا الشخص من هذا الشخص الذي يدخل عليه الشهر ويخرج منه ولم تغفر ذنوبه نتحدث في ثلاثة نقاط النقطة الأولى ما المقصود من الشقاء كلمة الشقاء وردت في القرآن الكريم وردت في الروايات فما المقصود منها النقطة الثانية أنواع الشقاء النقطة الثالثة درجات الشقاء في بداية الأمر إذا جئت لبحث أي كلمة عربية ترجع إلى ما قاله أصحاب المعاجم اللغوية فحينما تأتي إليهم غالبا ما يفسرون بالمصداق والتفسير بالمصداق والمثال هو يأتي إما لتقريب الفكرة لا يعطي حقيقة الشيء فلما جاءوا إلى الشقاء قالوا هو التعب هو العناء فيطلق على حياة شخص قضاها في تعب حياة شقاء يقولون هاي الحياة حياة شقة أي حياة شقاء متعبة جاء المفسرون مفسرون القرآن الكريم كما وردت في آية من الآيات فمنهم شقي وسعيد وفي آية أخرى فأما الذين شقوا فكلمة الشقاء جذرها موجود في القرآن الكريم جاءوا لشرحها فقالوا المعنى منها سوء الخاتمة فمنهم شقي وسعيد هذا دلالة على أن هناك أناس خاتمتهم على سوء فهؤلاء اللي يطلق عليهم ماذا أنهم الأشقياء فهذا أيضا تفسير بالمثال أعطاك مثال سوء الخاتمة مثال فما هو معنى الشقاء اللي يجمع كل هذه الأمثلة يقولون الشقاء هو الحرمان من التنعم بالخير سواء أكان ذلك الخير خيرا معنويا أم خيرا ماديا الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا خيرات أكو جانب إذا سلب عنك فأنت في جانب معين شقي بمعنى أنك محروم من التنعم بهذا الخير ورد في الرواية عن الرسول الأعظم الحبيب المصطفى محمد أربع من السعادة وأربع من الشقاء فأما التي من السعادة فالزوجة الصالحة والدار الواسعة والمركب البهي والجار الصالح وأما التي من الشقاوة فالجار السوء المركب السوء الدار الضيقة الجار الزوجة المركب المسكن هذه الأمور شنو؟ أمور مادية الرسول عبر عنها بأنها شنو؟ من الشقاء بمعنى ماذا؟ أن صاحب هذه الأمور مسلوب عنه بعض نعم الدنيا الآن مسلوب عنه هذا لأي جانب؟ جانب رفع الدرجة جانب هو متقاعس لا يبحث عن عمل هذا الرواية مخبرة أن هناك أناس محرومون الآن سبب الحرمان هذا أمر آخر فجانب من الشقاء هو الشقاء ماذا؟ المادي الجانب الثاني الشقاء المعنوي وهو ما ورد كذلك في الرواية من الشقاء جمود العين وقسوة القلب والإصرار على الذنب والحرص على طلب الدنيا شوف هذه الأربعة تختلف عن الأربعة في الرواية القبلها قسوة القلب أمر معنوي الإصرار على الذنب كذلك أمر يضر بمعنوية الإنسان شدة الحرص على طلب الدنيا أمر معنوي فهذا في جانب الشقاء في جانبه ماذا؟ جانب المعنوي ورد في رواية عن جبرائيل صلوات الله عليه أن السعيد حق السعيد كل السعيد من أحب علي في حياته وبعد وفاته والشقي حق الشقي كل الشقي من أفغض علي في حياته وبعد وفاته شوف الرواية تؤكد الحياة وبعد الوفات فهذا الشنو أمير المؤمنين ماذا يمثل فعلا؟ أمير المؤمن يمثل كل الخير ذاك الذي يجعل أمير المؤمنين أمامه فيجعل أمامه الأخلاق والآداب والعقيدة الحق وكل ما هو خير وكل ما يقود إلى الخير الذي يجعل أمامه محمد وآل محمد فلما تأتي الرواية وتتحدث عن شهر رمضان فأنها تتحدث عن الجانب الثاني وهو الشقاء المعنوي ألا أن الشقي حق الشقي من خرج منه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فهذا يتكلم عن الشقاء في الجانب المعنوي النقطة الثالثة مراتب الشقاء هل الشقاء مرتبة واحدة؟ طبيعي أن الناس يختلفون أكو مرة تطلق على ذلك الطفل بأنه شقي تطلق على صاحب ذنب بأنه شقي باعتبار مسلوب شيء من النعمة ولكن هناك مراتب للشقاء يتبين من هذه الأمثلة المرتبة الأولى التساوي إنسان متساوي حياته جانب مسلوبة عنه بعض النعم بعض المعنويات وجانب آخر يؤدي بعضه الذي عليه من صلاة وصيام جانب ثاني لا ترتفع نسبة الشقاء في حياته ثماني بالمئة سبعين بالمئة وهناك جانب صلاح أكو القسم الثالث وهو الذي تغلب عليه الشقاوة لا خير للخير في حياته هذا الذي شنو استولت عليه الشقاوة بحيث خلص بعد صار في واد آخر وهذه المرتبة الثالثة التي يعني الظالمون تكون لهم لذلك تقرأ في دعاء الندبة في صفة ابن ملجم شنو تقرأ فيه وقتله أشقى الآخرين أشقى الأولين يتبعوا أشقى العبارة أولا أشقى الآخرين الأولين الآخرين يتبعوا أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله في الهادين بعد الهادين هذا الذي حرم الناس من علي صلى الله عليه وسلم فهذا عد من أشقاها أشقى هذه الأمة في سلالة الأشقياء فهذا الشهر المبارك شهر دعيتهم فيه إلى ضيافة الله ورد في الروايات أن الأمة عليه السلام كانوا يختمون القرآن في ثلاث كانوا يوصون الشيعة أن يختمون القرآن في ثلاث قراءة القرآن من الأمور التي تنور الباطن قراءة القرآن مع قراءة معانيه من التفاسير يركوا بعض التفاسير تفاسير جدا بسيطة من خلالها الإنسان يطلع على الآيات يتنور بالآيات المباركة وهذه العبادات وهذه الأعمال الواردة في شهر رمضان ألا أن الشقي حق الشقي من خرج منه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه إن شاء الله هذا الشهر يمر علينا جميعا ونخرج برضا من الله تبارك وتعالى ورضا من إمامنا وسيدنا مهدي آل محمد ذكرنا أن ابن ملجم في دعاء الندبة ورد في حقه هذا الوصف الذي أعطاها ابن ملجم لهذه الأمة استمر كما في دعاء الندبة على أهل البيت جميعا كانت لأهل البيت صلى الله عليه شيء من أن الأمة يحترمونهم ولكن بعد رحيل علي صلى الله عليه وسلم كان الأمر على خلاف هذا لم يمتث الأمر رسول الله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى منهم رعاية الحق فيهم فَقُتْلَ مَنْ قُتْلُ وَسُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ وجرى القضاء بما يرجى لهم حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نعم ما الذي جرى على أهل البيت صلى الله عليه وسلم نعم علي صلى الله عليه حتى عياله في يوم عاشوراء أخذوا يصبون إليه يذكر أن رجلا جاء إلى علوية من العلويات وما كانت واضحة نية عندها راح إليها فقال لها ألك حاجة هي لم تعلم ما هي نيتها أسلب أم مساعدة فقالت دلني على طريق النجف فقالت وما فقال لها وما تصنعين في النجف فقالت إن لنا في النجف قبرة لنا هناك حامي لنا هناك مغيث ونريد الرواحة إليه كأني بزينب صلى الله عليه رأت من بعيد طارشا يريد الذهاب إلى أبيها أمير المؤمنين صلى الله عليه شيد قل لهذا الطارش اللي رايح لي أبيها أمير المؤمنين أبهونك يا من بسير مجهيد أبهونك يا من بسير مجهيد أبس آيلك وبنيتك رشيد قصدك لعد يا بلد تقصيد وإن شانيتك للغري تميد أخذ لي رسالة أخذ لي رسالة وبالسفر جيد لمن الرسالة مولاتي لبون الطبر مرحب وبنويد أوصيك حين القبره تصيد ناديه يا كرار تقعد ايش عندك يا زينب والله على حسين خلعداك الترجيد والله وبخيام العسكر يفرد وزينب يبوها عليك تنشيد تنشيد وتقول اش سبب للسام بعيد والله ما ينهض وع الخيل يلكيد يرد أنك أسوى القبره يرد والله تقول حدار يا ابونا ما تجينا والله ما تجينا تجينا وتشوفنا شلو ننسبنا ولسبايا ونتستار بدين آه ياه والله والناس تتفرج علينا نعم هذا عظيم على زينب إذ قالت لحاديها في ذلك اليوم إن قال لها لك حاجة جاء سهل فقال لك حاجة أنا سهل صاحب جدك رسول الله فقالت قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظرون إلى حرم رسول الله قل لي شيئا الرأس لا تلوحا والله لا تلوحا وهبط عن بقايا الروس رمحا أخاف ويفوت ريح الهوة بجرحا وصواب عليه يقوم يسعى يا شيئا الرأس لا تلوحا يا شيئا الرأس حسين ريك وجيم برأس خي لا تعرر والله شوف الدمع من عاني فيض ونار القلب الأفراقة تسعر والله نار القلب الأفراقة تسعر إن أخروا شجاه رؤية حالها أو قدموا فحاله يشجيها